السلام عليكم الأصدقاء والعائلة الوافية للقناة كنت منا تكونوا باخر وعلى خير جيتكم من جديد من قناة أفكار بيتي اللي غيرت لها الاسم ديالها صراحة الاسم الحقيقي للقناة اللي فاش يلا فتحتها يلا فتحتها كان اسم ديالها أول اسم لها هو أفكار بيتي هذا كل اسم ديالها السافي رجعت لها الاسم ديالها من قبل حينت صراحة الاسم مرتحة لها بغيت نبدله على بزاف ديال الحويج السافي جيت نشارك معاكم هذا المشطة الرائعة اللي صراحة تهنيك من شيئ ما اسميها السالون شيئ ما خصكت أخذي حمام وتمشي تاني السالون وزيد 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 قادي تخدمي بها الراسك شعرك في الدار زوينة مهم كنت صعب لك الشعر زوينة وكرشية وسيخش كان عندك شعر قصير بسرعة كنت صعبه وشعر طويل أنا شعري طويل يعني ختمت بها البرح شعري وصلتني غير البرح كيف ما قلت لكم إلا باليكم مدى فيها الشعر أنا صعبت بها البرح مهم كيف ما قلت لكم أنا كنت قلبت عليها في المحلات بالحق محلات غير المحمدي في غير المدينة اللي أنا فيها وبقرية غير المول ما مشيتش لي ولكن شعر مشي المول نقلب عليها بقيت كندور في المواقع كنقلب عليها لقيتها صراحة بزاف دي المواقع فيها واحد ثامان باهد يعني ما عجبنيش ثامان لقيتها عند واحد في كازا صراحة ندير لها واحد ثامان كنقلب عليها وكتوص لك الدار يعني فابور ما تخلصيش مجانا يعني المهم تلبسها و جاتني تلبسها في الصباح و جاتني في العشية يعني في نهار واحد جاتني اخليسها قلت لكم بثامان جميع سراحة جاتني غير البارح مهم بغير نشاركها معكم بارح كان عندي وقت ضيق جدا فقدرت نشاركها معكم اليوم مهم اول حاجة سوف نبدأ وهي عندها هذا الخيط هذا كيدور كيف لا تدوري لابغوس في الشعر ريالك كيدور معك هذا الخيط هذا ارهي و مديرين هنا احد